اليوم أغلق نادي الزمالك صفحة كارترون بحلوة ومراها وبدأ صفحة جديدة بأمال وطموحات كبيرة اشتركوا في القناة خلاص مفيش كارترون تاني انتهى عصر المدرب الفرنسي مع الزمالك بحاجات حلوة وحاجات كتير وحشة الزمالك دلوقتي هيختار مدرب جديد مدرب عنده واجبات ومهمات صعبة معاه تشكيلة رائعة من اللاعبين وضغط جماهيري منطقي بس الزمالك وهو بيختار مدربه لازم يبص على تشكيل الفريق ومين هيتناسب معاه لازم يشوف مدرب فاهم وعارف ظروف الزمالك وطموح جماهيره مش مدرب جاي يقضي شوية وقت ويستفيد من النادي ويشوف له محطة تانية فيها فلوس اكتر الحكاية مش اجنبي ولا مصري الحكاية حكاية مدرب عايز ينجح وعايز يخلي الزمالك قدام مش ياخده ويرجع وارغة اشتركوا في القناة